السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبسعادة وهانا كده ان شاء الله سمي بالله ونصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بدعوكم يا حبيب قبل الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس واللايك يا حبيبي بالله عليكم طبعا ايه النهاردة عندنا ايه فيديو جديد كده هنعملو مع بعضينا النهاردة هنتكلم ايه عن عن المواصفات الحلوة في ذكر البط اللي احنا نجيبه الربي يعني ايه دكر بدت يكون ايه مواصفاته حلوة يطلع علينا سلالة كويسة ايه تنتج عندنا ايه سلالة حلوة ان شاء الله فطبعا هقولكوا ايه اوصفوا ايه ان شاء الله هي مش محتاجة ايه يعني شطار بصراحة هي ايه ممكن اي ست اطع تعرف الموضوع ده بسم الله ما شاء الله ايه الله ما صلى عن نبي صلى عن نبي حبيبي بالبي هنخش طبعا ايه اه اوركم البطاية والدكر اللي عمدنا وهقولكوا ايه المواصفات ايه اللي في الدكر بتاعنا. بسم الله ما شاء الله. الدكر ده لسه يا حبايب قلبي لسه فرخ صغير مش عاتق صغير. يعني هما لسه ايه? الاتنين فرخة. البطة والدكر. فلسه هما لسه بصوا الدكر ما شاء الله ان ده فرخ صغير لسه ما اكبرشي. فبصوا مده ايه? طويل وكاس. الميزات بقى اللي هي ايه? الحلوة اللي في الدكر البط ايه? اللي نجيبه. اول حاجة يبقى الدكر راسه كبيرة ووشه احمر. دي اول ميزة. يبقى وشه احمر ومقدح كده ايه? وحلو. وتبقى راسه ايه? ضخمة. تعرف ان ده دكر ايه? هيبقى ايه? السلالة بتاحته حلوة. ويبقى مده الدكر طويل. ويبقى عالي الفوق. يبقى الرجل بتاحته ايه? يبقى تحس ان هو عالي الفوق. ده انا بقول لكم ده لسه فرخ صغير. ده لما يكبر هيبقى اضخم من كده. ده ايه? اللي تربيه عندك وانت متطمنة. طبعا ايه? نجيبه ايه? زي ما بقول لكم. الراس كبيرة. المده طويل. الرجل تبقى ايه? اللي هي ايه? ضخمة عالقرض كده دي. تحس ان هو ايه مالي مركزه كده كويس. دي الميزات اللي الحلوة اللي في ايه? اللي في دكر البطل كويس. ونجيبه خليط. مسكوفي على بلدي. المسكوفي على البلدي بيبقى مده كده طويل زي ده كده. لكن البلدي صافي بيبقى صغير. بيبقى حجمه صغير الدكر بتاعه. لكن الخليط بيبقى ماشاء الله كده. ده مسكوفي على بلدي. الدكر ده مسكوفي على بلدي خليط. وطبعا البطة برضو لازم بيبقى فيها ايه? برضو كميزة كده ايه? واحنا بنجيبها. طبعا انا عندي البطة اصغر من الدكر. برضو دي لسه ايه? اعتبر لاتنين اخوات. يا دي فرخة برضو مش كبيرة. اول البطن ايه? اه طبعا لسه اللي هضبيطها عندي ان شاء الله اول بطن ليها. وهو ايه? لسه برضو ايه? يعتبر اه ما تكسرش قبل كده خالص. اللي معها هي يعني بيجري وراها ويهبش عليها. طبعا اتذكر بتاعنا بسم الله ما شاء الله. هو ايه شاطر وبيجري وراها ولم اخزة يعني بيكسرها وكل حاجة. بس انا عايز اقول لكم برضو ايه? على شوات حاجات ايه تعملهم له عشان نحميه اكتر. طبعا انا مسكت مسكت دكر البط بايد واحدة وبصور بالايد التانية. فتلاقوني ايه? مش عارفة بصراحة ايه? املك اه اوريكو كويس ايه? الطول بتاعه. هو باسم الله ما شاء الله حجمه حلو. اه يعني الطول بتاعه حلو مناسب. المادة بتاعه يعني. فطبعا ايه? بقول لكم ايه? احنا عايزين ايه? نحن نديله حاجات تزود ايه? الشطارة بتاحته كده يبقى ايه? بيحوم ورا البطة على طول. وعلى طول ايه? لا يفعليها. طبعا صلوا عن نبي حبايب قلبي. بقول لكم بصوا عشان هو لسه فرخ صغير لسه ما عتقش. المهم. طبعا ايه? انا محضرة برضو ايه حاجة كده هحطها له. عشان ايه? تعمله زي ايه? زي ما بحط للفراخ حاجة تحميها على البيض وكده احنا نحط له حاجة ايه? برضو تحميه. معي طبعا ثلاث فصوص توم. ومعي معي حبة فلفل اصمر. بس انا مش هستعمل كل ده. انا هحط له ثلاث فلفلات بس. هحط له فلفلتين كمان مش تلاتة. فلفلتين بس ببقه. وفصين التوم والرفيعين دون. لو فص توم كبير يبقى كفاية. فص توم كبير. لكن ايه لو صغيرين نحط اتنين زي دول كده. واحدتين فلفل بس. دول هنحطهم ايه زي اكنينا بنزغط البط كده احنا بنزغط بنزغطهم الجنب. اهو. من جنب بقهم للجنب كده. ونحطهم له كده ونضغط عليهم بصبعنا نزلهم ايه في زوره. عشان لو حط نهم له كده مش هيكلهم. لكن هنحطهم له بقه بلاحهم. عشان ايه? اه نتأكد ان هو ايه? اه كالهم وكده. دول بيحمل الفلفل بالذات خطير. خطير بيحمي الطيور كلها. حلو للفراخ اللي بتبيض. حلو لو مسلا ان عندك اه ده قربطة عايزة تخليه بقى شاطر كده ايه? وناصح. تروح يعطي له ايه? الفلفلتين دون. بس مش اكتر من الفلفلتين والفاصلين التوم الصغيرين. او فاصل توم كبير بس. طبعا لو ما صلى عن نبي انا كمان جاي بفاصل توم شقاه اتنين كده صغير. طبعا ايه? لو انت تعرف تعمل الموضوع ده اعملي ما تعرفيش خلاص. بس هو الموضوع ده برضو ايه? بيخلي ايه? ايه ايه صح صح شوية. طبعا بتقلب المؤخزة يعني ايه في الكلمة برضو بتقلب الدكر. عالمؤخرة من وراء بتاحته. وبتطلع ايه? تدوس ايه ايه كده? بتطلع الحلال بتاعه. بتروح دحكة بفاصل توم كده من بره. دحكة بفاصل توم. ولو عنده شعر من وراء بتقص اصيب المؤخز ليه بقى? عشان هو المؤخزة جماعة في الكلام اللي انا بقوله بس ده والله فعلا الحقيقي. بتروحي ايه مؤس قصة الشعر دوت عشان ايه? يبقى الدكر ايه ما فيش حاجة نضايقه وكده. او حاجات المفروضة اللي تتعامل. يعني احنا ايه نقلف حاجتنا كده ونشوف ايه محتاجة عشان ايه? نصحصحه معنا وايه ويشتغل ايه مع البط ايه وربنا يدينا فيه من شاء الله خير يا ربي بازن الله. طبعا زي بقى قولكو كده. ويبقى الدكر كده. الحجم ده. والنتاية بقى. النتاية طبعا نجيبها ايه? تبقى برضو ايه? مادها حلوة وببيرة. ما نجيبهاش صغيرة. عشان احنا البط بتاعنا لما بيبيض وبيرقط بنحط كمان تحت ايه بيض من بتاع الفراغ كمان. اهو زي ما بقولوكو يعني ايه? اللي حطوا الفلفلتين دي تقولي بيأكد عليكم تانا اهو. الفاصل التوم والفلفلتين او تلاتةهم. بس انا ما تحطوش على الاتنين. ده فاصلتهم اللي انا شقانو سين اللي قلت لكم عملو بيه العملية الجراحية لان قلت لكم عليها من شوية. بصراحة انا ما كنت شعف الموضوع ده اختي لقيت لي علي عشان اختي مربية طيور فانا حبيتها فيتكو زي ما انا ايه استفدت? انا لسه ما عملت لش الموضوع ده انا لو لو حد كان بوقت بيصورني كنت عملت الموضوع ده وتانا ما كنت شعف عمله عشان انا بصور بايدي ومسكة الدكر بطي بالايدي التاني. طبعا زي بقول لكم هنجيب البطاية برضو حجمها كبير تبقى مادها طويل وماشاء الله حلوة كده جنحتها كبيرة. ليه بقى? عشان البطا ما تبقى صغيرة وبترقود على البيت ما بتغطيش البيت بتاحها. فطبعا هنحط ايه تحتها كمان اقولوا عشر بيضات مثلا بلدي كمان نحطهم تحتها. فطبعا ما بتبقاش غطيها البيت بيبقى البيت ما شاء الله عادي ده كتير تحتها فبتغطهوش. فاحنا نجيبي ايه? البطاية تكون حجمها اكبر. انا عندي البطاية بتحتي حجمها صغير. بس هي لسه اول بطن ان شاء الله اللي هتطلحها هتطبيد عندي وتطلع يعني بازن الله. من غير مؤطن. انا شايفها هيبقى اليومين ايه بيحوم وراها كده وبيكسرها. وتانما وشوه محمر كده يبقى اياه خلاص قربت ان شاء الله على البيت. وهبقى ان شاء الله اعمل فيديو هصورها معكم ايه? وانا بقس هشوف فتحة كم قرات وكده ان شاء الله. فطبعا زي ايه بقول لكم. اه هاتوها كبيرة شوية. وجنحاتها كبيرة وكل مادها طويل عشان ترقض على البيت وتبقى ماليا مركزها كده ايه? وتفرش على البيت وتغطيه. طبعا ده البط المولر بتاعنا هو. بسم الله ما شاء الله. عايز ابقى اجيب الميزان واوزنه معاكم. ونشوف يعني بسم الله ما شاء الله احنا كده لسه مقفناش الشهر. نشوف حجم وصل لحد فيه. ان شاء الله باذن الله يا رب ما انسى بس اطلع الميزان في مرة واوزنه قدامكم عشان نعرف ايه? اللي في الافضل في التربية في التسمين البط المولر ولا البط المسكوفي. يعني نشوف بس هو المسكوفي بصراحة لو طعم والمولر لو طعم. بس اللي هو يعني بيشيل اكتر بسرعة وبينجز معاكي البط المولر. في احنا ان شاء الله نبوركم البطتين بقول لكم يعني اتجبوا حاجة زي كده ان شاء الله. طبعا ايه هاجيب الميزان زي ما قلتلكو وهوزن هو البط المولر مسابق المسكوفي. بس برضو المسكوفي بيبقى طعم وحلو قوي بصراحة ربنا ما بيشيلش دهون خالص. والمولر ما بيشيلش دهون ده في ايدي كنتي ممكن ايه? ما تأكلش دي شيشة. دي شيشة اللي بتخلي البط على فكرة يشيل دهون كتير قوي. يعني انت عايزة البط بتاعك بقى شايل لحمة ونسائره حمرة. حطي بقى خلاطي بقى. ايه دي شيشة على فول ما اللي هو الفول المطحون ده اللي اسمه حط. فول مطحون. على على الشيشة على علف. التلاتة على بعض. حطيه. بس قللت دي شيشة ما تحطيش جيء وكذب. الخلطة اللي احنا عملناها هي كان ناقصها ردة وناقصها كذب. بس كان ناقصها ردة واللي هو الحط الفول المطحون. بس بصراحة انا ما قلتش في المكان اللي اللي جبت منه العلف اللي الحاجات اللي انا عملتها على بعضها دي. فطبعا عايزين يشيل لحم ويشيل اوزان. نحط فول حت ونحط آآ علف وكذب. ولو عندنا عيش نحط حبة. بس ما نقطرش الدي شيشة. يبقى اقل حاجة الدي شيشة فيهم. عشان الدي شيشة هي اللي بتربيده للتجور. بس حبايب قلبي. وما تنسوش يا حبايب قلبي الصلاة عن نبي. وتحطوا لي لايك حلو منكو كده. وتفرحوني زي ما بتفرحوني دايما بتعلى اكل جميلة يا رب ربنا يخليكم لي يا رب ما يحتملش منكم ابدا. دايما والله يعني مخليني دايما سعيدة بالتعليقات الجميلة بتاعكم. وبطلب منكو طلبي حبايب قلبي. ممكن بس ايه بعد اذنكم ما تتخطوش الاعلان. عشان لسه يا دوبك الاعلانات اللي لازمنا على القناة. فممكن بس ما تتخطوش الاعلان عشان ايه نعمل العشرة العشرة دولار عشان ايه يبعدونا ان شاء الله بنقود بازن الله. انا والالف والالف مشارك طبعا الحمدلله عديتهم. بس لسه ايه ما عملتش العشرة دولار بتوع البنقود. وبشكركم.